احنا ناخد الكاس وليس ما فيش حاجة كيدا انما حاسب على ايه العيبة دي نزلت الملعب حطت مجود اللعبة دي لعبت بشرف والله العظيم تلاتة يوم سحل العاج وانا عب اتفرج انا قلت حتى لو اتغلبوا حتى لو اتغلبوا الولاد لعبوا كويس يا جماعة اقفوا جنبوهم انا مستغرب ان انا واصل لمرحلة ان انا بقول لبلد تغفر فريها ده في فرق تانية انصر فريقك غالبا او مغلوبا يعني في فرق تانية والله لو ايه انتو بتشوفوا التشجيع لتونس عامل ازاي انتو بتشوفوا التشجيع للمغرب عامل ازاي انتو بتشوفوا التشجيع للكاميرا عامل ازاي انتو شفتوا اللي كان بيتعمل للجزاير كان بيتعمل ايه قال لهم دول يرجعوا يتعاملوا معاملة الأبطال وهو متعدل مضش ومغلوم مضشين أبطال وانت النهاردة واصل لدور التمانية ولسه في ناس بتتكلم هو ياريت بس كابتن فلان ييجي طب انت يعني طب انا راجل كنت في دور الستاشر وبعدين طلعت الدور يعني وعمل اذا كنت وانا باكسب بتقول لي عايز اغيرك الناس اللي عادها هناك دي في ناس نفسيتها تحبت انا بقول لحضراتكم معلومات في لعيبة مش فهم ايه اللي بيجرى انا مستني لما خلص واكسب الناس تقول لي لا الف مبروك وربنا معاك واحنا وراك فالنهاردة الرسالة اللي على فكرة دبت النملة بتفري معاهم انتو بتشوفهم كبار دول شباب يا جماعة في النهاية شباب وعلى فكرة منتخب مصر ده كله فيه ستة محترفين بس انتو عارفين ساحل العاج فيها كام فيها واحد وعشرين محترف الكاميرو فيها كام فيها التمانية وعشرين محترف انت عندك ستة هم دول اللي يعني اللي هنتريشة بواجناح المحلق الباقي شباب لأول مرة يشوف الحدوتة والتيتة يعني ما يعرفش دي بتتعمل ازاي وازاي تدخل يوم ما جي محمد يشوت الكرة قالك ده مدافع وشاب صغير وبتاع الولد حط رجله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله دريب مصر وقفت كلها كان ممكن الكرة دي لو ضاعت كان الشاب ده مستقبله راح قدر الضغط النفسي قدر محمد صلاح وهو داخل يشوت الكرة قدر عامل ازاي احساسه عامل ازاي ويبينش ويبينتراك اللهم لو سمحتم ارفعوا ايديكم عن منتخب مصر شكرا